بعد خمس سنوات من الجفاف المتسالية وفي ظل شح التساقطات المطرية تعاني السدود بجهات طنجة طوان الحسيمة عجزا كبيرا في حقينتها ومن ضمن السدود الأربعة عشر التي انخفضت نسبة المياه بها بشكل ملحوظ نجد سدة تسع من أبريل والذي تظهر جليا على حوافه نسبة للخفاض والذي كانت تبلغ سعة الإجمالية في الفترات العادية ثلاثمائة مليون متر مكعب أما الآن وبفعل النقص فمنسوبه انخفض إلى تنين واربعين مليون متر مكعب فقط السدود الأبريل التي تعتبر المزود الأساسي لمدينة طنجة والنواحي بالماء الصالح الشرب والماء الصناعي بالإضافة إلى الموارد للمتطلبات لكتلبها الساكنة كتبلغ كمية للحقينة ما يناهز لثمية مليون متر مكعب أما في الوقت الحالي فقد بلغ نسبة المياه الموجودة بالحقينة ما يعادل 41 مليون أي بالنسبة المئوية تساوي 13% ولمواجهة هذه الأزمة أقرت وكالة الحوض المائي اللوكوس سلسلة من التذابير تتمثل في ربط حوض اللوكوس بحوض طنجة كما قامت الوكالة بتكثيف وتعزيز عمل دوريات شرطة المياه ووضع مضخات عائمة على مساوى السدود إذن رغم حالة العزمة اللي نعرفها حاليا نتبكنوا منسبة لمنطقة دينا ديال الشمال من تدبير جميع الحاجيات إن شاء الله في ظروف عادية وهذا بفضل التدابير السباقية اللي قامت بها الوكالة والوزراء الجهيز والماء وباقي المتدخلين من هال المشروع المهم ديال ربط ديال الحوض اللوكوس بحوض طنجة لما كان نشوفه مثلا حوض الطنجة يعني من نقص في المورد المائي اللي متوفرة حاليا ولكن كان مشروع ديال ربط ديال في سنة 2021 لكي ممكننا نستفدو من الوالدات المائية اللي كينا في حوض اللوكوس والسد الخروفة وكان مشروع يعني مرحلة ثانية من مشروع ديال الربط اللي هي تهيئة في التسريع ديالها ما بين سد ود مخزين والسد الخروفة معدل ملء السدود الكبرى الواقعة بجهة طنجة طوان الحسيمة يبلغ بالكاد 38% بمخزون إجمالي يصل إلى 666 مليون متر مكعب بينما تنهز حقينة هذه السدود في فترة التساقطات العادية 1921 مليون متر مكعب